دلوقتي احنا اصحينا الصبح وعندنا خطة وكاتبين كل حاجة وهنبدأ لنفزها وبعد شوية صغيرين يعني بدأنا وحطينا اخرس كل حاجة ورتبنا وهنبدأ ازاي وبعد شوية صغيرين نفسك قلت لك يا محتاج انام شوية كمان معلش فكررت ان نمت تنام عادي طيب بيوم تاني وبدأة جديدة مش مشكلة نمنا فخطة جديدة وحاجات جديدة المفروض تخلص اللي هي ما خلصتش وبعدها برضو فتحنا دنياتنا وابتدينا ان احنا نشوفها نعمل ايه ونفسي تاني قالتلي انا محتاجة نعمل طب ايه الحل في الحاجات اللي ما خلصتش دي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دلوقتي في سؤال انا بدأت في حاجة ومش عارفة كمل ايه الحل والله ومفيش حاجة اسمها كده بدأت في حاجة ومش عارفة كمل يبقى انا كده حد كسول يبقى انا كده حد مش مجتهد يبقى انا كده حد يعني ما يعني نفسي قصير مش قادر طب ايه الحل في الموضوع ده يعني انا دلوقتي عايز حل جزري تقولهولي فانا ابتدي خلاص اجتهد وكده والله في الحقيقة هو حل واحد بس قبل ما نقول الحل يعني خلونا نشكر سبونسر فيديو النهاردة هم يدنين الريفيوز حلوة جدا ما شاء الله على منتجاتهم ولسه البرومو كود شغال تقدروا ان انتو تطلبوا بيه اي منتج وتتواصلوا معهم في من خلال رسائل الصفحة او مسجات الواتساب ودلوقتي احنا عايزين نعرف الحل على ان انا بعمل حاجة وما بكملش. بس يا جماعة لو في الحقيقة بندور على حل نظري حد يدهولك كده فانت بعدي خلاص هتبقى من المجتهدين ففي الحقيقة ما فيش حل ولكن هو حاجة واحدة بس وهو الاكتهاد وهو ان انت تيجي على نفسك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه وبيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وسيدنا النبي بيقول والمجاهد من جاهد نفسه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه الله المستعان والله يعني الواحد بعيد جدا على المعاني دي بس ثانية واحدة وسيدنا النبي بيقول المجاهد من جاهد ايه نفسه. بجاهد نفسه في ايه? يعني هل سيدنا النبي قصده يعني ان انت بتجاهد نفسك في الحاجات السهلة عليك? في الحاجات اللي انت بتعملها بكل سهولة? لأ طبعا انت بتجاهد نفسك في الحاجات الصعبة عليك ان انت مش قادر تعملها. دايما مش بتقدر تعملها. فدايما بتطلب منك مجهد. اما الحاجة السهلة فهي حاجة سهلة بالنسبة لك مش مجهدة. يعني سوفيان الثوري الامام الكبير جدا بيقول كابتت نفسي في قيام الليل عشرين سنة. واستمتعت عشرين اخرى. وخلي بالكم من استمتعته دي عشان هنقولها بعدين في حتة مهمة. واستمتعت عشرين اخرى. صح ولا لأ? طب انت ينفع كل لما نفسك تيجي تقول لك وقف توقف. يعني انت دلوقتي محضر وحاضر بلان ونقوي تعمل حاجات وفرش مكتبك. فاتجي تقول لك مش قادرة. يلا مش قادرة خالص يلا ننام. فهننام يعني انهم مريحين كده على طول كل ما تقولي اروح معها. عموسية انت عايز مني. ما تسيبني عم ارتياح. عمش عايز منك حاجة والله اشطى ما فيش مشكلة لو الكلام ده يوم ولا اتنين ولا تلاتة. لكن ده مش الطبيعي اصلا في المعاملة مع النفس. الطبيعي في المعاملة مع النفس هو مجهدتها. زي ما هي مش مريحك فانت مش مريحها. والعلمة كانوا بيقولوا تعريف جميل جدا عن الجهد. الجهد هو تضييق الخناق على الشهوات حتى يتسع النطاق للأوامر والحقوق. فانت لابد ان انت هتتعب. اصلا اصلا معنى كلمة جهد في اللغة ايه? هو بذل الجهد في عمل شاك. فانت يعني احنا عارفين ان هو حاجة صعبة عليك. بس انت مطالب ايه اصلا ده? مطالب بالمجهدة. يعني بيقول لك اتعب قدماك. فان تعب قدماك. ولن تبلغ المجدة حتى طلعك الصبر. صح? الصبر ده نبات مر جدا. نعم في ايه يعني? تعب. وصبر ومر. كل ده عشان ايه? هقول لك كل ده عشان ايه? مش هيه مش هو الشعر بيقول. ولا بد من دون الشهد من ابر النحلي. صحة ولا لأ? شو انت مش عايز عسل? ولازم تتقرس. فهو احنا دلوقتي قلنا اثور. وقلنا يعني كزا بيت شعر. ولكن هو مفيش اقوى. يعني انت دلوقتي عايز تعرف النتيجة من من الجهد ده. النتيجة انه هو مفيش اقوى من الاية اللي ربنا صحوه وتعالى قالها. والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبولنا. الترقية يا جماعة. ان انت هتترقى في الحاجة اللي انت نفسك تعملها. ساعات الشيطان يجي يعمل ايه? اي واحد فينا عنده نقطة قوة ونقطة ضعف. فساعات الشيطان يخلينا نكتهد في نقطة ضعف? لأ يخلينا اكتهد في نقطة بقوة على حساب نقطة الضعف. يعني انت مسلا سهل جدا عليك مشوار بتروحه كل يوم بعيد. الناس تقول لك يا ابني انت بتروح المشوار ده ازاي ده بعيد جدا. والله مش حاسس والله مستمتع وانا رايحه. سهل جدا عليك تنزل الجيم يوم ويوم او كل يوم. فدي نقطة قوتك. هي ان مش محل الاكتهاد. محل الاكتهاد في نقطة ضعفة. ان انت مسلا ايه? طب تعال بقى قعد كده اقرأ ساعة. صعب جدا عليك تقرأ ساعة. هو ده محل الاكتهاد. طب واحد تاني العكس بيروح الجيم بيقرأ عادي وما بيروحش الجيم بالنسبة له موضوع الجيم ده صعب جدا. فهما الجيم ده هو محل الاكتهاد. طب اما انت بقى بتبدل الجود في محل الاكتهاد الصح. اللي بيحصل. بتحول نقطة الضعف دي لنقطة قوة. وساعتها جدا عن بيبقى هو ده الانتصار الحقيقي. ان انت انتصرت على نفسك. لان هو ده عدوك الاكبر. فهو ده يعني عين الانتصار. حتى يقول لك ايه? آآ بيدوق طعم الانتصار. حتى احنا لست كنا بنمت سوفيان الثوري يقولنا هنتكلم عليه بعدين ان هو يقول لك استمتعت وعشرين اخرى. وتلذزت وعشرين اخرى. ده جي بعد ايه? جي بعد تعب وجهد. هو موضوع مش بالسهل. مش انت عايز عسل يبقى لازم. فدلوقتي ايه بقى? احنا قلنا قبل كده في فيديو توطين النفس. توطين النفس. ودلوقتي بنتكلم عن الجهد. وان انت لازم تتعب. لان ما فيش اثمن ولا يعني اغلى من ان انت تشوف ان انت بتقادر تحقق احلامك لان الله سبحانه وتعالى يلوم على العاجز. يعني نسأل ربنا سبحانه وتعالى ان الكلام يكون نافع وزي ما قلت قبل كده ان الكلام ده ان شاء الله هيكون بالتفصيل في الكورس اللي احنا بنعمله عن ادرك عمرك. اي حد ان شاء الله يترفع قريب على منصة يودمي. اي حد مهتم ان هو يسأل عن تفاصيل الكورس. في رقم واتساب تحت. يبعت لنا فيه هنرد عليه ان شاء الله. ورب الكلام ده ما يبقاش مجرد كلام. لان هو لو بقى كلام يبقى انت للاسف. اه وانا للاسف ضيعت وقتي. وانت ضيعت وقتك في ان انت تتفرج على الفيديو ده وهيبقى فيديو عدة زي اللي عده. ولكن نسأل ربنا سبحانه وتعالى ان هو يفتح علينا. وان ده يبقى حاجة احنا عايشين بيها ومبادئ في حياتنا. جزاكم الله خير وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.